بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديونا الخامس نحن نتكلم فيه على النقل خلال الممبرين أو الممبرين اللي هي النفاذية كيف المواد تعبر من خارج الخلية إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج موضوع هو مهم ويعتبر تكمل الفيديو اللي فات إن كان فهمت معي الفيديو اللي فات فمفروض الفيديو هو يكون بسيط لك شوفوا معي جماعة أنا أحب أن أتكلم منك بمقدمة اللي هو نعطي نصيحة ونعطي فائدة ونعطي مفاجأة ونعطي أي شيء يعني الجاية نعطي فلعله وعسى البعض مش عارب كيف يبدأ يقرأ يعني أبكي نتفرج على الفيديوهاتك بيديوهاتك 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 يعني بالنسبة لي المنهج اللي نشرح منا هنسجله لك شوف هنسجله لك في لا إله والله في قناتي على تليجرام وحننزلك اللينك متاح عشاني أسفل الفيديو باشين بيصيلك انت جوا تتبع معي او تتبع معي الفيديوهات تتبع معي بينما بنجيب مجرام ممكن فيه كلام انت ما تشرحش فيه فيه نقاط تفوت فيها فيه نقاط كده أنا نشرح لك دوه في الأهم في الأهم مرتب لك الفكرة بعدين هنشرح لك شيني نشرح لك او نملة عليك ونسمى عليك الشابت الفيديو شو نقول أنا نسمى عليك الشيت متاعك بحيث إنه لو فيه نقطة أنا مثلا نساعدها أنا نقطة نقولك أسمع زيد ركز على زيد فيه تبدى شيني لهمور واضحة هاي نبدو بسم الله هاي شك شوف معي النفذية الشي نسمى الغشائية شوف معي توا ناي الممبران دي ما حنرسمه كالآتي توقع ويو كي زي توا يعني مش هنرسم جوه طبقتان وكذا خلاص كبر الموضوع وكبر راسك وتعالى اشبح للموضوع تعالى أسف والله أسف ع كل حال فشيني تعالوا معي تعالوا معي نبنقولك لو إنه افترضنا مواد هلبة زي توا هذا خارج الخلية وهذا داخل الخلية فالمواد ممكن ممكن تنتقل مباشرة زي توا او عن طريق قنوات اللي هي اسمها فتبدأ شيني تمر خلالها حنا فهم الفروقات وهما اللي توا الاثنين هما يسموا باسف ترانسبورد شين معنى باسف ترانسبورد النقل الحر النقل السلبي باسف معناها سلبي لو جبت شبحها بالترجمة الحرفية واللي بالمناسبة ما نبيكش تقعد ترجم كل كلمة نيزية تشوفها تعلم تبدأ تكتب من توا الانجليزي وتقوي لغتك من توا فعلى كل حال النقل الباسف هو خلي نبدو شيني أنواعها أول حاجة أول حاجة باش نعرف بس النقل الباسف هيك تتوا إنه لا يحتاج طاقة هذا علاش سلبي عنين من يحتاج طاقة المواد هتنتقل منها لها بجوها هيا بالله هي عليك شن اسمه بايش المبدأ من أعلى تركيز إلى أقل تركيز حيها عليك تنساها إذ الباسف ترانسبورد أو النقل السلبي هو أساسة إنه يكون عندك شيني يكون عندك تركيز أعلى من تركيز ثاني في المواد شيني تنزل صليطة لي فقط فقط هل يحتاج طاقة لا يوجد طاقة لا يوجد طاقة في هذا النوع أو هذا شيني الطريقة أو هذه طريقة النقل طرب طرب تعال معي تعال معي نبدو بأول حاجة الانتشار البسيط هنا يا المواد زي الأكسوجين زي الماء زي الثاني أكسيدي الكربون هذا يتحرك مثلا من عبر الغشاء الار بي سي فهي من أعلى تركيز إلى أقل تركيز نعطيك مثال كرية دم حمراء وصلت للنقل الأكسوجين اللي عندها أكثر ولا الأكسوجين اللي في الحويصلة الهوائية اللي جاي من بره هلبة منطقي خلاص أكيد في الحويصلة أكثر فشيني؟ فهي بينتقل ليها الأكسوجين بدون ما تصرف جنيه طاقة ما تصرفش طاقة هذا يسمى simple diffusion اللقطة هي الحركة من هنا إلى هنا تعتمد عليه خمسة عوامل انتبه معاي لأنهم مهمات أول باشتان إن درجة الحرارة تؤثر في موضوع simple diffusion كيفاش؟ كل ما زادت الحرارة كل ما زادت حركة الأجزاء هاي دي قاعدة تاخدوها في فيزيا الحرارة تزيد من حركة الأجزاء وحركة الأجزاء لو زادت الحرارة هنا حتى تبدأ شيني؟ يتخش بشكل أسرع إذا الحرارة تزيد simple diffusion أو تنقصها حلو؟ حلو ثاني حاجة ماذا لو كان حجم الأجزاء كبير؟ هل الـ diffusion يكون أسهل أو أصعب؟ أصعب فالحجم الحجم كل ما زادت كل ما نقصد بي كل ما صغر كل ما زادت هنا الحركة أو الـ diffusion أو الانتقال أو الانتشار البسيط متاعه؟ الصغار يتحركه بسرعة بسيطة منطقية تخضع للمنطق هذا كل ما فكر بغيب بالمنطق حلو حلو ماذا لو ماذا لو ماذا لو كان الممبرينة هو غليط غليط هالبا؟ هيك مثلا هل الـ diffusion حيتم خلاله؟ أو لو كان شيني؟ سلم مكي؟ أولو ما أنا فاهميني شين بقوله؟ لا فكل ما رق الممبرين كل ما كان شيني؟ الحركة خلاله أسرع وأسهل وأيسر بح رابع حاجة ماذا لو كان الممبرينة حجم صغير؟ ولو كان كبير المساحة المصموح لي أني ندير لها diffusion أكيد كل ما تزيد المساحة السطحية كل ما كان الانتشار أحسن وأسرع وأكبر حلو بح تخيل معي تخيل معي لو كان الـ diffusion جزئات هنا ما زي جزئات هنا؟ هل يكون فيه اتشار؟ قالك لازم من شيني؟ لازم من يكون عدد مثلا هيكي جزئات شوية مقابل جزئات كبيرة اللي هو شيني؟ gradient شمع معنى gradient؟ دخل نكتبها لكم grade grad grad gradient هاي قبل هكتب concentration gradient لازم نكون فيه concentration gradient خط عارف 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 خطي ما ينفعش والله عارف انا عارف انا اصلا ها شوفها هادي يدي اليمين و يدي اليسار انا الزوز نكتب بيهم فكون concentration و الزوز اسود من بعضهم فاني اسف يا جماعة حاول تسمع مني الكلمة وبعدين ربك يجيب الطريق سأل concentration gradient اذا طبعنا خير خليلي قوله كل ما زاد الفرق بين بره و الداخل كل ما زاد عملية الانتشار البسيط اذا الحرارة كل ما زادت كل ما زاد الانتشار الحجم كل مضغور كل ما زاد الانتشار السمك متاع الغشاء كل ما نقص كل ما زاد الانتشار المساحه السطحيه كل ما زادت كل ما زاد الانتشار والتركيز كل ما زااد التركيز كل ما زاد wordt الانتقال البسيط هدا اوهي حاجه على 제 ال Social Diffusion الاسموزية الاسموزية جماعة باش نشرح لك مادة الاسموزية باش نشرح لك فيزياء ما نعارف ما نعارف بتاع كله باهي تعال نشرح لك تجربة اخدتوها في العلوم زمان وبالتجربة يعني انا ما فهمتاش إلا بعد ما كبرت ودرت العقل ونضارات وجو ويكي واحد تعال 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 باهي قالك لو اخدت حوض خد معاي حوض وخد غشاء شبه نفاد تنوريك 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 وشن صار او شن بتدير عبيت هنا يا ماء تنكتب لك ماء وحطيت هنا يا مثلا مثلا ملح باش نشرح شوف جاي خد حوض وخد غشاء شبه نفاد وشتدير شوف شتدير حط هنا يا ماء وحط هنا يا ماء او مية ومالحة هلبة قالك شن هتلاحظ هتلاحظ ان المية هتنشي من هنا الهنة هكذا وهلبة هكذا هكذا داربي إسبانيا أنا في المباريات الكبيرة عندي التقوصي الخاصة شاشة كبيرة بأنه ونجيب في سمانسة حشاك السمانسة المعروفة عليها أنها تتحمص في ملح الملحة هو لما نقعد نفرجها المبارية مثل مسبوك فينيسي السجل أول كريم وبنزيم الثاني وهكذا وكذا لاحظ أنه فمي جف يا جماعة الملح يبدأ هو خاطر يجبد معه الأممية اللقطة هي أحلى مثال الأسموزية بعد الريان مدريل لأنك أنت شني أينما ركز ركز معنا في قاعدة كبيرة أينما وجد السوديوم الملح بصفة عامة وجد الماء لا يمكن أن تلاحق اللقطة هي غريبة جدا وموية ومهمة الجذور يا جماعة تبدأ مالحة لماذا؟ لأنه يوجد مية في التربة تسحبها الأنابيب البعيدة والقريبة في الكدني في الكلية إن شاء الله لما تأخذ الأنسج تبدأ تلعب بالأملاح لكي تلوح الأملاح لو نبي نلوح الأملاح لو نبي نشد الأملاح نشد الأملاح نقطة هي تلعب بها هرمونات جسمك تلعب بها جذور النباتات تلعب بها تجربة هذه تلعب بها السمينسة اللي نأكل فيها كل يوم نقود نشرب ونندم ثاني يوم بعدها فشني؟ فهذه فكرة الإسموزية إذا الإسموزية هي حركة لمية؟ صح؟ حلو حلو تعال شوف كم من الإسموزية نقطة مشهرية وفاصلة في جسمي بحي لو لو حطيت خلبي ناخد مثلا خلية خلية ربسي خلية ربسي هي موجودة الصورة تلعب بها بس بردو بردو نشرحها لك بالصنبورة شو جاي؟ لو اخدت ربسي هذه خلية ربسي حلو؟ بهاي وحطيتها في آيزوتونيك سولوشن شو معنا آيزوتونيك سولوشن؟ محلول نسبة الملح في تساوي برا تساوي لداخل الخلية يعني الأملاح متساوية على الجانبين هنا يا الأملاح تطلع تبدأ تطلع وتخش بشكل متناسب متساوي هل الار بي سيصير لها حاجة؟ با حط نفس الار بي سي في هيبو هيبوطونيك هيبو قليل معناها الملح اللي بره الملح اللي بره مش زي يعني الأملاح في الار بي سي أعلى من بره هدا هيبوطونيك سولوشن شو ما نصل الار بي سي؟ المية حتخش لها من بره لأنه أينما وجد الملح وجد الماء الار بي سي تطولي زي قبضة النور بتطربك با هيبوطونيك هيبوطونيك أو خلني نقوله ليسيز تتحلل الار بي سي ما نصر لها؟ ليسيز تطربك مهمة جدا با هيبوطونيك هايبورطونيك هايبورطونيك سيليوشن الار بي سي الملح الأقل والمبره معبية ملح الار بي سي الملح هنال هل با ما يصير؟ المية بتطلع منهم من الار بي سي وتطلع لي شن اسمها؟ تطلع كيف تتوى المية تطلع كيف تتوى من الار بي سي فيصير شرينك شرينكج شرينكج او شرينك اللي هي شنى تنعصر الار بي سي اياها والصورة أوضح من نهارات الحرف فاعتقد اعتقد ان شنى مبدأ الاسموزية لتوى حاسب اهميته للجسم الانسان وهو فعلا مهم جدا وغاية في الاهمية كم منها كم منها شوف كم منها هتوى الاسموزية لا تحدث بطاقة لاحظة وماسش يابي مبدأ الاعقل تركيز واعلى تركيز لكن علاقه في الاسموزية بين مين وميني الماء والملح بلا في السيمبل ديفيونشن شين كانت عبارة عن نطل الوكسوجين برا هلبس ثانوكسيد الكربون للداخل شوية المواد تتحرك من اعلى تركيز لأعقل تركيز وفق الشروط اللي تكلمنا عليها بايتوى بنجيل النوع الثالث اللي هو انتشار الميسر لحظة يا فاسيليتيتد فاسيليتيتد يعني ساعدتك كيفاش ساعدتني حتى هو مجاني حتى هو مجاني ولكن تعالى لصورة الميمبرين اللي ارسمتها نبكري وحط لقناة والقناة هي ساعدت عن دخول مثلا صوديوم او خروج بوتاسيوم او مثلا خلينا نقوله دخول بوتاسيوم لنوادي ما يبي نحب يخش والصوديوم مثلا نطلع ونوريك الاسهم وتمت لحظة معي سالميمبرين عندك فقط قناة القناة هي يسرك او ناقل بروتيني يسر حركة الالكترولايت او المادة التركيبية اي مادة مش لازم صوديوم او بوتاسيوم لكن عن طريق شنو؟ عن طريق ناقل فقط بنفس الصورة بنفس المبدأ هنتكلم معاك على الاكتف ترانسبورت الاكتف هنا اه لا بابا الاكتف لازم من اي تي بي تتكسر وتولي اي دي بي يا جماعة ادونسين ترايفوسفات مركب اسمه ادونسين عنده ثلاثة ثلاثة فوسفاتات لو طربوغنا فوسفاتا يحدث انفجار جوي انفجار جوي طاقة متاعة نستهلكوها في اننا نحن نحن ندخل مادة وغيرها من المهم جدا 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 انك تقول في الاكتف ترانسبورت ان المواد شوف شوف اكتبها باللعلك تنتقل عكس تركيزها كيف؟ مرات السوديوم او نقوله البوتاسيوم يبدأ هلبة لداخل لقد ندخل فيه بالسير او مادة موجودة بره زي الصوديوم هلبة هننطلع فيها بالسير اذا الاكتف يتحدى نعم يتحدى الكنسنتراتيشن على طبع كده فلازم المهم انك انت تفهم استخدمنا شيني الاتبي ولا اشهر مثال على اكتف ترانسبورت هو الصوديوم بوتاسيوم بامب الصوديوم بوتاسيوم بامب اننطلع في الكنسنتراتيشن اطلع في صوديوم واندخل في مجازل ح剩 من التركيز باستخدام الطيقة لم تكن اعطيتها مثال في مصر مثال انهم لمهمة البواطئين في بوابساESيوم مجانية تتبع ال公ent المستعكز اما الاختف هو عادة وهنی يكون البواطئين مش فقط صوديوم بوتاسيوم اهماض امينية جلوكوز وبالله من توا ما تقول ليش جلوكوز جلوكوزة يا تقولها في مربوعتك أما في جامعة أو في علم وكذا قول لو سمحت جلوكوز لأنك لما بتبدأ تسافر وصل الله نشوفكم برا تحضروا وترجعوا للليجان اللي بيعلمتكم بالبلاش على كل حال فتلقى شنى تلقى روحك تنطق صح من توا جلوكوز فراكتوز جالاكتوز وليس جالاكتوز جلوكوز عارف أن بعض الدكاترة عندكم الأسادتة ينطقوا فيها غلط والله غلط واني مش أعلى منهم هم علمهم على رأسي ولكن في النطقة أنا خير منهم خد الكلام اللي ينبت تسبطوا جوصورة الكنادرة اللي يحطوا فيها التوتات كوندراكوسلة فوقها سروالتوتا أنيه أنيه ينلبس فيها خد الكلام اللي ينبت وقولوا جلوكوزة أرجوك حلو حلو بح الاكتف ترانسبورت خلاص نحن توكملنا الباسف والاكتف نبقوا ننتقلوا للنقل الثالث اللي هو نقل بالجملة جماعي الحويصلات يا جماعة الخلايا بتاعنا تستقبل حويصلات وتطلع في حويصلات وتستقبل في سوائل وتطلع في سوائل ويو كوي 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 تعال نفاهمك نفاهم نفاهم بك هي والله الصورة أوضح لك ما هي شوف جاي ولا يا برضو حتى لحنا نشرح لك لو كنت لو كنت بتنقل حاجة من داخل إلى برا فيسموا فيها اكزو سايتوسيز اكزو معناها اكزت تطلع من الخلية اكزو سايتوسيز حلو بينما لو انت تبي تنقل من برا لداخل فبتسميها عندو بندخل اندو اندو سايتوسيز ببدايا عندي مصطلحين اكزو و اندو حلو حلو بح الاكزو سايتوسيز اكزو سايتوسيز شم فكرتا جولجي يغلف جولجي في النواة يغلف انا عارف انك انت مخدرتش معاي جولجي اللي يتوى بس سكي مبدئيا بندير حويصلة صنعت الحويصلة هي الحويصلة هي بعدينش بديها بدي ريكها شوف 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 بتركب الحويصلة هي توى انصنعت تغلفت بممبرين نفس الممبرين اللي عندي هنا بتركب بتركب بتلتحم معاه شوف كيف تلتحم زيتوى هيك مثلا والمادة بتطلع هذا ماذا عن الاندو الاندو عندي حويصلة متغلفة من برا بهي وهذه الخلية يعني شوف بتدير يتم التقارب بناتهم ثم يلتحم زيتوى وتخش المادة لجسم الانسان اذا الاكسوسيتوسيس مثلا اللقطة احسن مثال لها نقل السيال العصبي نيورو ناقل العصبي هي مهمة جدا في النهاية العصبية ان شاء الله لما نشرح العصاب نشرح عليك اكثر فالاكسوسيتوسيس هنا تفرز هرمونات نيورو ترانزميتر منطلع نفايات من الخلية واك 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 كل هذا شيني كلها اكسوسيتوسيس بينما الاندوسيتوسيس هي في منها اسمام شوف هي الاندو البلع في منها اسمام لو بلقت حاجة يابسة حاجة صلبة فيسوم فيها اكل ماكلة هدي فاجوسيتوسيس فاج فاجوسيتوسيس فاج كلمك بروحها فاجوسيتوسيس اني بلعت حاجة صلبة ممكن الحاجة الصلبة هي تكون مادة غذائية بكتيريا فيروس لو كنت خلية منعية وممكن تكون اي شي جمليح بينما بينما لو شراب انا شربت حواصلة مائية فيها سوائل اكتر من المواد الصلبة اللي فيها اذا شوف 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 خليك ملخص عليك باش ما يجدب عليك حد فهي شوف عندنا سيمبل السيمبل في من تحت هيك في من تحت ها شن اسم او مش سيمبل اراشيب استنورك طنواري استنورك باسف في منها سيمبل ديفيوجن في منها قص موزز في منها باسف اه فاسليتات اصف فاسليتات هادم شيني هادم ثلاثة بسر ثلاثة مجانيات وعرفت الفرد مفروض بين كل واحدة فيهم اما اكتف اما اكتف فهي عبارة عن شيني اي تي بي مطلوبة هيا هنا في الثلاثة حالات هما الكنسنترشن من اعلى الى الاقل هيا الكنسنترشن من اقل الى الاعلى بحي عندك حاجة ثالثة الترانسبورت الثالث اللي هو حتى هو اكتف اما اما شنسم اللي نقول عليه الفيزيكيولر بهاي الفيزيكيولر اللي هو الحويصلي الفيزيكيولر هو يندمج اما او يتقسم الى اكزو او اندو صح ولا الاندو او الاندو الاندو يتقسم الى زوس بهاي ممكن يكون فاغو ليه حاجة صلبة او باينو ليه شني البينو سيتوس اللي تكون شني حاجة سائلة لو فهمت الديتسكا او التكسيم ايا انا انت فهمت الفيديو هذا اللي اصلا يعني اكون وثقت في شرحها لكم في فيديو جاي السلام عليكم وبركاته